كيف أطنع ماكسول رئيس بولندا بشراء منظومة بروميس للتجسس بنسختها الإسرائيلية لمسروقة من الأمريكية؟ كيف اخترق الموساد جهاز المخابرات البولندي؟ كيف سرق الموساد مقاتلة بولندية من طراز ميج 29؟ لماذا أصبح ماكسول أهم عملاء الموساد لعقل الصفقات الصعبة؟ لماذا قام الموساد بتصوير أفلام إباحية لمكسول في أوضاع مخلة؟ ما هي ملابسات لقاء ماكسول برئيس الموساد في آخر رحلة له في إسرائيل؟ كل هذه الموضوعات المخابراتية سأكشف خباياها في هذه الحلقة فتابعوها للنهاية أعزائي مشاهدي ومتابعي قناة رفعة الأنصار يمساء الخير عليكم جميع حلقة الليلة هتناول بالشرح للمزيد من الخدمات الجليلة اللي قدمها روبرت مكسول للموساد الذي احتفظ به وتعامل معه باعتباره من أهم عملاء الموساد لعقد الصفقات المخابراتية الهامة وحشرح الحقيقة كيف تمرد مكسول على الموساد فيما بعد وأسباب هذا التمرد لنبدأ حلقتنا استثمر الموساد اتصالات مكسول بالقيادات الأمنية والمخابراتية البولندية التي كانت قوية للغاية والتي من خلالها الحقيقة استطاع مكسول أنه يعقد لقاء مع ياروزيلسكي ياروزيلسكي كان هو الرجل القوي ورئيس الحزب الشوعي البولندي ورئيس بولندا في ذلك الوقت ونجح خلال هذا اللقاء في إقناع الرئيس البولندي بشراء منظومة بروميس للتجسس بنسختها الإسرائيلية ودي الحقيقة باعها مكسول على أنها النسخة الأمريكية الأصلية معربة وبدون علم الجانب الأمريكي نجح مكسول في إقناع الرئيس البولندي بأنه من خلال استخدام المنظومة دهية للتجسس ستتمكن المخابرات البولندية من اختراق اتصالات قيادات حركة التضامن العملية اللي هي كانت بقيادة لقبة لسه هذه الحركة كانت قد تزعمت حركة المعارضة لنظام الحكم الشوعي في بولندا والحقيقة أن روبرت ماكسول أكد أن التجسس على الحركة العملية سيكون من شأنه أن يطيحوا بهم وبالداعمين لهم في داخل وخارج بولندا وافق الرئيس البولندي وأقام بشراء منظومة تروميس للتجسس وبدأ في العمل على التجسس على اتصالات قيادات الحركة العملية اللي هي المعارضة وعلى اتصالات لفة لسه نفسه اللي هو كان زعيم المعارضة وذلك من خلال استخدام المنظومة الإسرائيلية فاستطاع الموساد من خلال هذه المنظومة ومن منفذ خلفي للموساد في هذه المنظومة من اختراق جهاز المخابرات البولندي اللي كان يسموه UB وتمكن من تحديد والاتصال بأحد قيادات جهاز المخابرات البولندي وكان بيشتغل كان يشغل رئيس جهاز UB في مقاطعة جادانسك تم الاتفاق معه على أن يقوم بتكهين طائرة جديدة لدى سلاح الجو البولندي من طراز ميج 29 على أن يتم التكهين على الورق فقط في مقابل مليون دولار وبرمت الصفقة وتم تفكيك الطائرة الميج 29 اللي تم تكهينها على الورق وتم تعبئتها في سنديق خشبية مدون عليها معدات زراعية تم إرسالها إلى إسرائيل وده حيكون موضوع حلقة بعنوان هل تجسست إسرائيل على الولايات المتحدة؟ هل قامت بيسترق منها ولا لا؟ بعد كل هذه الخدمات التي استعرضتها لكم أصبح في تقدير الموساد أن مكانة ماكسول هي في القمة وأنه من أهم العملاء الذين جندهم الموساد في ضوء ما يقدمه ماكسول من خدمات هائلة ولذا قرر الموساد عدم إهدار مكانة ماكسول وقدراته في طلبات احتياج عادية للمعلومات يمكن الحصول عليها من أي مصدر من المصادر الأخر واحتفظ الموساد بماكسول كعميل أساسي لعقد الصفقات الهمة ده إنعكس على إيه؟ على زيارات ماكسول لإسرائيل كان بيعامل معاملة رؤساء الدول كان ضيفا مستديما ومدعوا من جانب الحكومة الإسرائيلية ودائما ما يتم منحه أرقى وأغلى الأماكن الإقامة بمعرفة الموساد والموساد برضو ما فيش فايدة فيهم كالعادة أخذ احتياطاته وقام بتدبير سيدات محترفات بيتعامل الموساد معهن بصفة مستديمة وقام بتدبيرهم لروبرت ماكسول بهدف ابتزازه من خلال تصوير العديد من الأفلام الإباحية لماكسول كإجراء احتياطي لمواجهته في حالة الخروج عن طوع الموساد أو التسبب في أي أزمات للموساد شفته زي ما احنا شايفين كده أنه الموساد مهما كان العميل قريب منه لابد أن ياخد عليه وسائل سيطرة على جانب آخر بدأت إمبراطورية ماكسول للصحافة في لندن تعاني من ضائقة مالية حقيقية وكان ده شأنها في ذلك شأن باقي الصحف كانوا كلهم بيعانوا يعني واضح أنها ستتوقف عن الصدور ما لم تتلقى قروضا ودعما ماليا من البنوك والمؤسسات المالية البريطانية التي استشعر أن إقراض الصحف المملوكة لمكسول لم يعد مضمونا نظرا لإيه لفقدان تلك المجموعة من الصحف الملاء المالية واعتمد هذا التقييم بتاع الملاء المالية للصحف على ما ورد من تقارير سرية من إسرائيل نفسها بأن المستثمرين الإسرائيليين بيمارسون ضغوطا قوية على ماكسول عشان يسد ما اقترضوا منهم للاستحواذ على مجموعة الصحف الدلي ميرو دي عندما كان يشتريها والحقيقة أن ماكسول كان قد تعدى فترات السماح وموعد سداد القروض المتفق عليها وطالب ماكسول من المساد التدخل لدى المقردين من رجال الأعمال الإسرائيليين اللي هم كانوا جابوهم لمد المهلة المالية الممنوحة له مع وعده بالسداد الأقصاد بفائدة أعلى إلى ما سمحوا له بذلك على الرغم من طلب ماكسول إلا أنه تأكد من تقاعس المساد عن مساندته عندما تلقى عدة اتصالات هاتفية من المقردين دول تضمنت أن هم بيهددوه برفع الأمر إلى السلطات المختصة في لندن كخطوة لإعلان إفلاس مجموعة الصحف المملوكة لمكسول اللي هي ديليمي وكان الهدف من ذلك هي تصفياتها للحصول على مستحقته قدرك ماكسول أن حصته من بيع نظام بروميس بنسختها الإسرائيلية مضافاً إليه حصته من ملكية الصحيفتين الإسرائيليتين كان له نسبة في معاريف وها أرس دول كلهم لن تكفي لحل أزمته المالية ورأى أن الحل هو سرعة بيع شركته اللي بيملكها كانت اسمها سايتكس كوبوريشن دي كانت متخصصة في تصنيع آلات الطباعة وهذا التصنيع كان بتكنولوجيا حديثة حقيقة الشركة دي كان مقرها تل أبيب وهو فكر أنه يبيحها حتى يتسنى له سداد قروضه من المستثمرين الإسرائيليين نفسهم فقرر التوجه إلى إسرائيل بمجرد وصول ماكسول إلى مقر إقامته في واحد من فنادق في الأدس استدعى المدير التنفيذي لشركة سايتكس اللي هو بيملكها المدير التنفيذي ده كان مين؟ كان نجل شامير اللي هو رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت الذي علم بنية ورغبة ماكسول في البيع الفوري فبادر بإبلاغ ماكسول كده بتداله من البداية قال له يتعذر طرح الشركة في السوق للبيع بالسرعة المطلوبة لأن هناك منافسة شديدة بتواجهها الشركة بتاعته من شركات أخرى تعمل في هذا المجال وأضف أن بيع الشركة سيتسبب في بطالة عدد كبير من المهندسين والفنيين المتخصصين والعاملين المعرى المدربين في وقت تعاني فيه إسرائيل من معدلات بطالة مرتفعة الحقيقة أن إجابات وحديث نجل رئيس الوزراء أثارت ثائرة ماكسول قال له أنا مالي ما تنحرق إسرائيل بالبطالة اللي فيها وأنا مالي وكان رده عني في الحقيقة وكان مصحوبا بسباب وبكلمات خارجة بعد أن أدرك أن الحل الأمثل لمشاكله قد ذهب أدراج الرياح لم يدرك ماكسول أنه ارتكب خطأ كبير بتوبيخ نجل شمير رئيس الوزراء أنا داك والذي ذهب واشتكى لوالده من سوق المعاملة وأكد أن ماكسول الإبن شمير أكد أن ماكسول بيواجه مصاعب مالية حقيقة عند إذن تحسب شمير من علاقة ماكسول بالموساد فأبلغ شمير أبلغ رئيس الموساد في ذلك الوقت التقى نحوم أدموني رئيس الموساد بماكسول على عشاء كده في جناح قامته في القدس وأكد بيواجه موساد على أن ماكسول عليه مسؤوليات تجاه الموساد وتجاه إسرائيل باعتباره أنه هو يهودي بريطاني ومساهيوني وأحد عملاء الموساد ورد ماكسول قال له هناك مسؤولية على الموساد في مساعدتي بالتوسط لدى المستثمرين الإسرائيليين والضغط عليهم اللي أنتوا جبتوهم لمد فترة السماح وسداد القرد وتحولت نبرة حديث ماكسول إلى تهديد لرئيس الموساد بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبه بالتوسط لدى مقرديه من رجال الأعمال الإسرائيليين سيضطر ماكسول إلى المطالبة برد أموال صندوق التأمين والمعاشات الخاص بمجموعة الصعفو اللي هو كان سرقهم بناء على تعليمات من الموساد والتي قام بتحويلها إلى حسابات الموساد بعد بضعة ساعات من هذا اللقاء غادر ماكسول إسرائيل على متن طائرة خاصة وكانت هذه آخر رحلة له لإسرائيل طيب إذن كيف سيتصرف الموساد؟ سأشرح للمشاهد وسأشرح له ماذا فعل الموساد لمواجهة هذا الموضوع فورة مغادرة ماكسول لإسرائيل عقد نحوم أدموني اللي هو رئيس الموساد دول اجتماع مع كبار مساعدي وكبار قيادات الموساد لبحث كيف سيتدبر الموساد الموقف مع ماكسول وهو بالذات الموقف الأخير الذي أصبح بيمثل تهديد بفضح ما قام به ماكسول لحساب الموساد أصبح يمثل مشكلة وتم طرح ثلاث سيناريوهات بديلة من جانب القيادات ديه للتعامل مع ماكسول الثلاث سيناريوهات دول تلخصوا في الآتي واحد أن الموساد يطلب من شمير رئيس الوزراء استخدام نفوضه لدى المستثمرين الإسرائيليين ليس فقط للانتظار ومنح مؤلة لمكسول لرد قرودهم يعني ولكن مش بس قرودهم واستثمراتهم بل لتدبير موارد مالية جديدة تكفي لإنقاذ ماكسول من ورطته المالية الحقيقة أن هذا الطرح تم التغاضي عنه تماما بعد أن عبر شمير عن استياءه وغضبه بسبب ما حدث وسوء معاملة ماكسول لابنه لنجر السيناريو التاني اللي طرحوه أن يطلب الموساد من محطته في لندن ممارسة نفوزهم على عملاء الموساد من رجال الأعمال البريطانيين اليهود اليهود خاصة في الدوائر المالية الهمة وحثهم على تدبير حزمة مالية لمكسول بضمان الموساد نفسه كانوا على استعداد أنهم يضمنوه إضافة إلى حث الإعلام البريطاني لكتابة عدد من المقالات وبث عدد من البرامج التليفزيونية تدعم صورة ماكسول الإعلامية لدى الرأي العام البريطاني تم التخلي عن هذا الطرح أيضا بعد وصول تقارير من عدد من عملاء الموساد في الدوائر المالية ومن عدد من الصحفيين والإعلاميين في لندن اللي هم أبدوا رغبتهم في عدم التعامل بل وقت علاقتهم بماكسول بسبب سوء معاملته له في الماضي وفي الحاضر والحقيقة أن ماكسول اشتهر بالفعل بأنه بيسيء معاملة الآخرين السيناريو التالت أن يقطع الموساد كافة اتصالاته وعلاقاته بماكسول هنا تحسبت وتخوفت قيادات الموساد من رد فعل ماكسول والمخاطر الذي قد تنجم عن قيامه باستخدام صحفه في شن هجوم على الموساد مش بس كده بل كشف عملياته في ضوء ما كان يعلمه ماكسول بل وشارك في جزء منه الأمر الذي سيمثل خطورة بالغة على الموساد المحصلة النهائية كانت التوصية بالانتظار ومراقبة تصرفات ماكسول عن كثب حقيقة عكس كل التوقعات استطاع ماكسول من الحصول على تمويل محدود من عدد من الزعماء الأفرق هكذا علمت الموساد إلا أن المصاعب المالية بدأت مرة أخرى تزداد وتتراكم عليه في ذلك الوقت في ذلك الوقت أيضا صدر كتاب باسم خيار شمشون إسرائيل وأمريكا والقنبلة كان اسمه سامسون أوبشن أمريكا إسرائيل أند بومب الكتاب ده كان للكاتب الصحفي سيمور هيرش وده كان مفاجأة كبيرة لأجهزة الأمن الإسرائيلية أجهزة الأمن الإسرائيلية بدلت جهود جبارة وكبيرة للغاية وفشلت في منع الكتاب من الصدور في الولايات المتحدة وقد تناول الكتاب بزوغ إسرائيل كقوة نووية كما تناول بالأدلة علاقات ماكسول وارتباطاته مع الموساد الأمر اللي ده أثار موجة عارمة داخل أروقة مجلس العموم البريطاني اللي هو البرلمان وطالب البرلمان بإجراء تحقيقات في هذا الشأ وقدم عدد من النواب طلب إحاطة لوزير الداخلية البريطاني لإحضار ماكسول لاستجوابه في البرلمان لمعرفة مدى علمه بعمليات الموساد التي تمت وتتم في بريطانيا حقيقة إن ماكسول لجأ لاستخدام عدد من مشاهير المحامين لوقف وإبطاء عمليات التحقيق قبل أن تبدأ بالتوازي مع ما سبق بقى استشعر الموساد تمرض ماكسول ورصد بعض ملامح الاضطراب النفسي اللي بيمر به ماكسول الأمر ده طرح عدد من التساؤلات حول مدى استقرار حالته العقلية والذهنية وهل يمكن التنبؤ بتصرفاته المستقبلية التي قد تجلب المشاكل والأزمات للموساد وذلك من خلال عدد من الشواهد حقول لكم هما لحظوا عليه إيه كيف سيتصرف الموساد في مثل هذه الحالة هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة وإلى هنا تنتهي حلقة الليلة وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة في موعدها الثابت أقول لكم أنا رفعة الأنصار تصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر